نصاب المطلوب لتشكيل الكابينة الوزارية موجود منذ اعلان تشكيل حكومة الكاظم الحالية داخل البرلمان في شهر ايار الماضي وحتى اللحظة لم يلمس العراقيون اي تغييرات حقيقية فيما يخص انهاء نظام المحاصصة الطائفية وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات او حتى الكشف عن قتلة متظاهر ثورة تشرين ومحاسبتهم فحكومة الكاظم لم تقم باي خطوة باتجاه معالجة تلك الملفات بشكل جذري وفقا لموقع ميلل ايس مونيتور البريطاني تقرير الموقع اشار الى ان الاستراتيجية الحكومية الراهنة في العراق قائمة على نفس النظام السياسي الطائفي مع بقاء الاحزاب والميليشيات نفسها المتورطة بالفساد في مواقعها ومناصبها في القطاع العام التظاهرات الشعبية التي طالبت بتغيير النظام المحاصصة الطائفية الذي يعتاش على سرقة المال العام وتصفية اي صوت مناهض للسلطات لم تجد اذانا مزغية بعد مرور نحو عام على انطلاقها حكومة الافعال للأقوال التي اعلن عنها الكاظمي اثبتت المعطيات على الارض انها ليست كذلك ولا تعد خطاباتها ان تكون استعراضا اعلاميا لكسب المزيد من الوقت ولمساعدة نفس الاحزاب والكتل السياسية التي كلفت الكاظمي على لملمة وترتيب اوراقها بعد استقالة حكومة عبد المهدي كما يرى مراقبون لجان برلمانية على رأسها هيئة نزاهة اقرت انها عاجزة عن احصاء ملفات الفساد في العراق بسبب ضخامتها وثروات مالية منهوبة قدرت بنحو تريليون دولار امريكي وملفات فساد لم تفتح الى الان بقوة المال والسلاح ناهيك عن دور القضاء المعطل تماما بعد خضوعه لسيطرة احزاب السلطة استسلام حكومة الكاظمي لارادات الاحزاب الفاسدة مستمر والضحية هم العراقيون الذين بات معظمهم يكافح للحصول على الطعام بعدما فقدوا وظائفهم وغرقوا في الديون والكلام للجنة الانقاذ الدولية المعنية بالازمات الانسانية حول العالم وبلغة اخرى فان الدولة العميقة كما تعرف هي المسيطرة على المشهد السياسي وتعمل بشكل حثيث على تدمير اقتصاد العراق خدمة لاجندات اقليمية اشتركوا في القناة